من جديد رجعت الوراء لصدارة الأخبار بعد اللي عملته قوات الأمن البواسل ضد الأهالي الخوانة ما هو أنا بتكلم على بصيغة الإعلام بتاعهم انبارح الأهالي رفضوا اعتقال زويهم نتيجة رفضهم الإخلاء القصري فدخلت قوات الأمن البواسل بدل ما يختحموا سد النعضة اختحموا الوراء قوات الأمن تعتقل عددا من أبناء الوراق وتطلق الغاز المسيل للدموع وتوقف معديات الجزيرة والأهالي يشعلون إطارات السيارات على الطرقات تخيل بقى تعرف يعني إيه؟ انتعرف هو فيه كلمة كده يعني هنا حصلت يعني عايز أقولك عليها انتعرف يعني إيه توقف المعديات؟ ده حصار ما أنا هقولك الوراق دي جزيرة علاقتها بشارع جامعة الدول العربية أو بتجيزة يعني المعديات ما فيش كوبري دي جزيرة في مية النيل الأهالي بيروح يجيبوا الزيت والصابون والحاجات والتموين والحاجات دي وإيال بتروح مدارس وناس بتروح وظايف عن طريق المعديات فحضرتك بقى لما توقف المعديات ده معناها إيه بقى؟ معناها إنك انت بتحصرهم زي حصار كده سان بيترسبورج مثلا في الحرب العامات التانية بتحصرهم انت بتقتلهم رسمي بص ما حدش يقولي بقى إيه أصله ما أصلوش انت بتحاصر أبناء مصريين على أرضهم بتحصرهم بتقتلهم يعني عشان كده مش غريب نشوف الفيديو ده كر والفر بين قوات الأمن وأهل وراء بعد اعتقال عدد من أبناء الجزيرة حاتم بيه؟ وقال حاتم بيه أمن وطني؟ حاتم بيه أمن وطني ولا حاتم بتاعيها فوضى؟ حاتم بيه ده مين بقى؟ على فكرة الفيديو ده جديد يعني مش قديم يعني يعني ده فيديوهات جديدة وحديثة مش قديمة مظاهرات ليلية في جزيرة الوراء بعد اقتحمها من قبل الأمن المصري واعتقاله إلى العشرات 5 فبراير 23 ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ ايه رأيك يا جميل؟ خرج العشرات من أهالي جزيرة الوراء في مظاهرات ليلية بعد ان اقتحمت قوات الأمن الجزيرة النيلية واعتقلت فيها العشرات تخيل؟ الحقيقة ان واحد من الاهالي الجزيرة اتكلم وقال انهم مش هيخرجوا من الجزيرة وان العرض اللي عاملات دولة كذب مفيش غير خروج بدون عودة ده اللي قالوا في احد القنوات نشوف كده مع بعض لان الناس مش مصدقكم ببساطة يعني انتو كذبين وكذبتوا على الناس في مسلس مصبير وكذبتوا على الناس في كل حتة فالناس بتعجزيت الوراء مش 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 مصدقينكم لانه زي ما بيقول الشيخ صام سيسي ينطبق او يصدق عليه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين راجل بيقول لك كلامه وفي الاخر مش حقيقي يعني فالناس عارفة انما انا بس بسأل الحكومة المصرية والجيش المصري البواسل يعني واخوات الامن هل يجوز ان كنتوا تقطعوا الطريق على الناس تقطعوا المعديات؟ طيب انتو ليه مش اشاوس كده على سد النهضة؟ يعني ليه انتو اشاوس على الشعب المصري؟ بجد والله يعني ليه انتو اشاوس على الشعب المصري بس؟ ليه جيوشنا قسود علينا احنا؟ يعني الجيش الباكستاني التعبيروز مش عرف كان قسود على باكستان الجيش السوداني قسود على السودانيين الجيش المصري قسود على المصري الجيش السوري قسود على السوريين انتو ما بنشوفكوش ليه في حروب؟ يعني ليه ليه ما بنشوفش الجيوش دي في حروب جد بقى ولا أنتوا قاعدين فاضين فيها بتحاربونا يعني بتتدربوا علينا ما هو حاجة من اتنين يعني ما أنتوا قاعدين بتتدربوا زي الفرق كده فعملين تتدربوا على الاقتحامات والحاجات والأسلاحة والجو ده على الشعب لحد ما ربنا يرزق بحرب مثلا ممكن فأنا أفهمك بقى أقولك ها طب خلاص تعال تدرب زي البتاع الكيس الرامل ده بتاع الملاكم فأنتوا تقعدوا تدربوا كده في الشعب عشان ايه العضلات تبقى سواء لو أنتوا فاهمتونا كده نفهم بقى والشعب يستوعب ويقولك تعا ضربني اضرب يا عبدالهادي زي فيلم الأرض كده إنما لو أنت بتضرب وانت أصلا منتاش طلع حرب ولما تجيلك الحرب الحقيقة تقول ما عايش الصريق اللي بتوجعني ما عليش تستنى بيقص الله يسامحك يا عم زي ما بتعمل مع أسيوبيا كده طب احلف كده والله يقول والله طب على الفكرة الشيتيمة بترد لصحابها برضه الجو ده مش معقول يا جدعان والله النهاية يعني الإفراج عن بعض المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق يعني الاحتجاجات دي الحقيقة يعني أسفرت عن نتيجة كويسة هي وخرجوا بعض المعتقلين من جزيرة الوراق الناس أقل الله أنه ربنا يفك عن مصر كلها مش الوراق بس مصر كلها اللي بعده